والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب عاملين ايه? كل سنون طيبين جميعا. ان شاء الله النهاردة ان نعملها التعالي دي الكبير. نسلم الله. بسم الله الرحمن الرحمن الله ومصلي وسلم على سيدنا محمد وقالي اصحابي وسلم. انها عندي كرشة وعندي فشة ان شاء الله نشوفهم نعملهم مع بعض ازاي. وطبعا الغسيل الجامد اللي احنا عملناه طبعا بالملح غسلت كويس قوي. والملح والدقيق. وبعد كده شطفتها كويس ونقعتها شوية. بين ملح والخل وشطفتها وكان عندي نص برطقنية مع لمون برضو ايه? عصرت تعاليش بقاش فيها زفرة. طبعا عندي حلتين هنا عامل كل حلة. هحط الكلشة في حلة ونفشة في حلة. فخلي طبعا الحلة دي مش احنا اللي هنكمل فيها السوى لأ طبعا احنا هنحط الحلة دي تغلي غلوة بس فيها ونشوف مع بعض عناية من ايه? طبعا نغير المية عشان ما ينفعش المية السليق. آآ تكامل فيها لسوى. عشان خاطر انتو عارفين حاجة دي بتنزل طبعا ايه? زفرة وكده. مهما تكون مخسلة برضو ايه? بنحب نغير المية ونحط المية جديدة. ماشيوا حبابي اول غلوتين. وحنغير المية خالص. ونحط وننضيفها انشاء له ونشوف التواب اللي احنا هنفضل. والاكلة طبعا الجابلة دي بتاعت العيد في ناس كتير بتحبها وفي ناس كتير ما بتحبهاش. معناها اكلة جميلة. اكلة العيدة الكبير ديت. وقفها الكوارع والفشة والكرشة والبنبار. الاكلة الجميلة. هنطبعا هنا غريطة هي. طبعا حنشيلها من المية اللي هي فيها ديت. ونحط ان شاء الله مية جديدة ونشوف مع بعضها حنشيل الفش ونشيل الكرشة. زي منتو شايفين شفت المية طبعا من غامقة ازاي? وعملين في قلبي الحالة هي غامقة. فطبعا كل ده مش هنفع طبعا. حنرمي بقى المية دي. حنرمي المية دي ونرمي المية التانية بتاعت الكرشة ونحط مية نضيفة. نسيبها بقى تتهوى شوية ونرمي المية. ونحط بقى طبعا نحط جزرايا ونحط بصل. وبحط الففل لصمر صحيح. لو انت عندك مطحون مش مشكلة وحط عنده قرفس هحطه برضو عشان ايه? نبقاش فيها زفرة بيخلى الحتة حلو. هنحط برضو دي حاجات برضو نحطها لبردو الكرشة القوطة والبصلاية القرفس واللوري ورقتين حبة هيا. هنحطها بقى اول اول خمس ازاق تغلي غلوة كده على العالة البوتو جاز. وبعد كده توطع عليها. هنوطع عليها بقى ونسيبها براحطة ومش هنحط طبعا الملح الوقت غدا ما نكون خلص اخر غلوة نحط الملح. قلنا ما نحطش الملح على اي الحوم عشان ما تجلش ومش هتسوي. ولو حبيت ان احنا نزود اي ميا لللحمة ولا للفلاخ ولا اي الحوم. منزود مياه مغلية. ما نحطش مياه برضو. هنغطيهم بقى ونسوي سوي براحطة. كده انا وطيت عليها. هديت النار خالص. وهنحط بقى الملح اخر حاجة هنحط الملح ان شاء الله. طبعا الاكلة دي جميلة او والله جماعة جميلة جدا في ناس كتير ما بتحبهاش. وفي ناس كتير بتعاشا احنا بنحبها جدا طبعا. ونحبها مع البنبار والكوارع والاكلات الحلوة طاعت المصمت الجاملة ديت. كل سنة طيبين هو العيد الكبير ما بيحلاش فغل الاكل الجامل دوت. واللامة بقى وربنا يا رب الجامع كل على خير. هنا خلاص كده هنحط بقى معلقة زغيرة ملح هنشوف كده بالشوكة طالما تدخل فيها. كده استوت بقى بشكلها كمان بين استوت جدا. هنحط بقى معلقة صغيرة ملح. وتيغل غلو وندفع عليها. هنشوف بقى الكرشة برضه. بالكرشة برضه هنحط معلقة ملح. استوت هنحط معلقة ملح ونسيبها. هنشوف بقى نعمل مع بعض السلسة بتاعتها. السلسة المميزة بتاعت الكرشة والفشة. لو انت عايز تعمل السلسة دي للكرشة بس. آآ بتبقى حلوة. نشوف الاول نعمل البنبار. انا هنا عند زي ما احنا تعودنا البنبار طبعا الغسلة الجميلة. مصفية. وطبعا هنحشى على الجزء اللي هو فيه الدهن من جوة. وعندي هنا الطماطم. نقطعها كتعة صغيرة وحنحطها في الكبه. والخضر غسلينها طبعا مخرطينها. وعندي السبع بهرات. ملح كامون فلفل اصمر. وعندي قضنين فلفل حرق. وعندي معلقة خل ونص وقبات زيت. وعندي معلقتين سلسة. هنضرب طبعا الاول في الكبه. البصل هنضربه بس ما تنعميش البصل في قلب الكبه. لو عايز اتخلطيها على اديكة. آآ خليه برضو خيش. احنا هنعمله في الكبه بس مش هنعم. طبعا التكاجي ده اللي احنا هنعملها المراضي في البنبار. احنا عملنا قبل كده. عملنا حلقة فيها البنبار. بس حطينا طبعا البصل. بعد ما اتفرم عملنا مع القوطة. لك المراضي هنعمل البصل بتكاجي بسيطة. دربنا طبعا اردين فلفل في اخر جزء بتاع البصل. هنحط بقى الملح والفلفل لصمر السبع بهرات. الكوزبرا الكمون. هنحط الملح في فلفل لصمر الاول وندعاكه بقى كويس قوي. عشان خاطئ موية البصل تنزل بتخلي طعم البنبار طعمه جميل جدا وطعمه مميز. طبعا الطريقة دي حلوة. الطريقة اللي عملناها قبل كده برضو حلوة. بس ان احنا قلنا نغير مع بعض بقى في ايه في العيد نغير الاكلة نخليها اكلة جديدة. هنحط بقى 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 التوابل. ونقلب كله مع بعضه. وهنضرب بقى بقى كده نضرب القوطة في الكبه. نفس الكبه مطرح البصل هنضرب فيها القوطة. طبعا نضربها في قلب الكبه مش هتضربها ناعم نضربها بس يعني هنضرب بقى كبه مرتين بس عشان تبقى خيشنا. ولو ما عندكش كبه انت خرطي القوطة كتعة صغيرة جدا. يعني اقلم الكتعة بتاعة الصلطة. ضربنا كده كله مع بعضه البصل هو مع الفلفل. هنحط بقى الزيت وهنحط معلقة الخل. معلقة واحدة بس. ونحط معلقة الصلصة. وهنقلب كل ده مع بعضه. وهنحط بقى الرز الرز رز يكون يغسله ومصفيه قبلها بشوية. حاول تخسل الرز قبلها بخمس زي عشان كون مكونش في مياه خارس. عشان ما نزلش مياه. مع قصة البصل بقى فيه مياه والطماطع. أنا غسلت الرز طبعا لكيلو كيلو البومبار حط عليه كيلو الا رز رز. هنقلب الخضرة كده كله مع بعضه. واهم حاجة العودين النعناع. دول بقى بيخل روحة البومبار جميلة جدا وخاطئة هنقلب كل ده مع بعضه. وهنحشن ونشف مع بعض هنحشن بمبار ازاي الطريقة سهلة وبسيطة مش هتاخد منك وقت خالص. بسم الله الرحمن الرحيم ناخد بقى اول واحدة كده. طبع هننسك البراية من قلب حرفي بسبعين كالتنين كده. وتفتح طبعا حتى تحشي من ناحية الدهون اللي من جوه عشان تخلي الرز نفلفل وحيل. بص كده ما بيخدش وقت ازاي. في ساعتها بسرعة. ولا امه بقى ولا الدواخي نفسك ولا اي حاجة خالص. هنكمل بقى تلحش. وطبع تدوسي على البومبار لازم يكون انك انتش مبططة خالص. لانك لو مبططيش البومبار كده ممكن يتحشي بأمليان يفرقة منك. عشان طبع زي ما احنا عارفين الرز طبعا بيزيد. فطبعا نحشيها ونحاول نحن نحن نبططة خالص كده ونشيل منها الرز. شايفين بقى سمقاءة ده. بسيط جدا. لانشان عبالي ما تستوي يبقى المالي بتاع معه. نعمل واحدة تاني مع بعض. نشوف واحدة تاني برضو نخلق اهو الدهون من جوه. كتعة الدهن كده من جوه. ونعمل صبعين اللي اتنين كده. وفي ساعة تبص في ثواني المبارات بتتحشي ازاي. في ثواني. تمام شفتوا بقى اهي. انا مبططة خالص كأن مفقاش روز غير بسيط جدا. هكمل بقى عشان ما كاملش ما اطولش عليك في الفيديو. هكمل بقى وشوف مع بعض احنا ساوي ازاي. هنجب بقى حالة. بنحط فيها مية. طبعا ما قطرش المية عشان ما بنحط البنبار مع المية. طبعا المية بتزيد. كده المية غلية هنحط بقى التوبل بتاعتنا العادية. عود ارفة. طوامات يمبصل. حباهان. ورق دوري. هنحط ده كله. هنرس بقى البنبار كده كله في بعض. نحط تقرني الفلفل دوت لو انت حادة. ان الفلفل حرق ده بمازي عاز هتحط فلفل مش عاز نحط خلاص. لو في اطفال صغارة طبعا هنبدأ عن الفلفل حامدة خلاص. هنرس بقى كل كده مع بعض الكمية. في قلب الحلة. طبعا اول ما بنحط ما كنا زمان للبنبار زمان زمان كنا نحط البنبار لازم نربوطه. وقت اول ما بتحط في الماء السخنة بيفل. نشوف مع بعض بقى نعمل ايه? نعمل صلصة بتاعة الكرشة والفشة. ومعينا حمص يعني نقعته بتاع عشر دقيق بس. ما نقعتوش كتير لان لو نقعتو كتير وحطيتو مع الفشة والكرشة. والسوى مع السوى حينفش وحيبقى شكله مش حلو في قلب الكرشة والفشة. هقلب بقى البصلية تقلبتين. تتدبل كده بس شوية. نحط بعد كده نحط بعد كده التومة. متخلاش خليها كده ايه? يعني الصفار بسيطة هنحط بقى التومة. ونحط معها نقل التقلبة كده بسيطة في النص كده. بتدي ريحة بس مع البصل ونحط عليها معلقة الكوزبرة. مش هنحط طبعا عليها ارنفف اللي انا حطه ده مش هنحطه الوقت. والحمص برضو هنشوف مع بعضها هنحط انت. هنحط بقى معلقة الكوزبرة. ونقلب شوية شوية مع بعض. ما تخليش البصلية طبعا تحمر. عشان تبقى مخليها الكرشة مساقرة واحدة. نحط معلقة الكوزبرة. ونقلب بقى مع بعض كده. الله الله على الريحة. على الريحة جميلة الخطيرة. التوم بقى مع الكوزبرة. انت عارفين بدي ريحة جميلة قوي. هنحط بقى قرنفلفل اللي احنا قطعينه دوت. ونقلب كده مع بعضه. وبعد كده هنحط الحمص. هنحط الحمص يتقلب شوية كده. عشان يتشرب المياه اللي فيه. تتشرب شوية مع البصل ومع الطومة. قلبنا كده كويس. هنحط بقى ايه زي ما احنا متعاودين بنحط معلقة الصلسة. قلنا معلقة الصلسة لأي اكل كان لازم تحطيها في الاول. متحطيش معلقة الطماطم. بتحطيها عشان تدي حمار وتدي ريحة وتدي طعم احلي. تقابينا كمان في الطماطم عم بتحطيها كده. نحطها في مع السمنة بتدي ايه? بتدي لونة بقى محمر وحلو وتاخد من طعم البصل. هنقل التقليبتين كده. وبعد كده مجهزة في الشفشق الخلاط. طبعا عاملة القوطة ومصفيها. هنحطها ونحط التوابل بتاعتها. ونغطيها بقى نسيبها براحيطة. نتغلي بقى كده نحط حبة ملح. وحبة كامون. تعارفين الكرشة والحاجات دي بتحب الكمون فيها. نحط حبة محب. مش هنحط طبعا كزبرة. هنغطي بقى ونسيبها مع نفسان ما تستبق. نشوف بقى نعمل ايه? الاكلة الجميلة برضو تكملتي الاكلة المصمت. هنعمل لحمة الراس. طبعا لحمة الراس دي بتعوز غسيل خاطر جدا. انا حطيت كس ملح. وغسلت جدا كتير او. وبعد كده. رحت حطها. كوبية دي غسلتها او. وبعد كده شطفتها. ونعتها في حبة مي وحبة ملأ وحبة خلي. وشطفتها زي ما انتم شايفين كده اشتت الاشتت. ولعت بقى الحلة كده في قلبها المية. طبعا اول غلوة زي ما احنا متعاودين. زي ما عملنا في الكرشة والفشة. لازم نشيل اللي نشيل ده كله. ونرم المية دي اللي في قلب الايه? المية اللي وغضها الزفرة دي كلها لازم تترمي. ونحط مية جديدة لتكمل ايه? فيها السوة لحمة الراس. والله يا جماعة تفرق جدا المية بتاخد غلوة. للحاجات بتاعة المصمت دي. بتفرق تاخد اول غلوتين وترمي وتحط مية دي. فبتخلي الحلة جميلة جدا مفاشحة الزفارة. وبسلام التابين بقى الترمس هنا عاملاء وسلقاء. نفضلوا معنا بقى ما يحلاش العضغ بالترمس معاه. لش انه كده بعيد شوية. هنحط هنا مية مغلية. هنحط بقى نرجع هنحط بقى لحمة الراس الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضيها كده كلها مع بعضها. نحط بقى حبة التحبيشات الايه? الوراء اللوري والبصلايا والجزر والفلفل الصمر والحبهان. بس التماطي مش هقطعها. هقول لكم بقى. لان في لحمة الراس ما تبقاش الواحد عايز القطة بينة في قلب الشربة. هنحطها بالسكرة ديها كم شرطة كده. حاولين القطة كلها تنزل بس العصرة بتاعاتها في قلب الشرب. هندي برضى زي احنا متعوجين اي الحوم او الغلوتين على العالي. ونوطي ونسيبها تعيش مع نفسها. واخر غلوة ترويح حط الملح. اخر حاجة الملح. والسكرة تمام جميلة جدا. هنوطي بقى عليها وخالص اهو. ونسيبها تعيش مع نفسها. وبعد اخر حاجة نحط لها بقى ان شاء الله شوية الملح. هنعمل بقى نرجع للتسبيكة. ادهو الحمص. مع الصلصة اللي احنا عاملينها. ونقطع كده الكرشة قطع طاعة الصغيرة. وحط عليها حبة فشة. انت برحتك بقى لو انت مش عايزة تحطي فشة مع كرشة برحتك. هنقلف كده تاخد من ايه من الصلصة شوية تسبك مع بعضها كده تاخد من طعم داق. تاخد من طعم الصلصة مع الكرشة مع الفشة. وطبعا قرن الفلفل الحامي دوت اختياري برحتك. بس هو بدي طعم وريحة للفشة. اصيب بقى تغلغ غلوتين. وعندك شرب عايزة تحط تحط عندك مي انا حط مي يعني. بس هي كده مستوية وتمام اوأ تاخد بتاع غلوتين وندفع عليها كده تمام. لان هي مستوية والتسبكة منسبكة. شوفين بقى لونها جميل ازاي. والريحة بقى مش شايفين الجمال. وذي الكرشة والفشة. افضله معانا. خطيرة. وذي لحمة الراز. بص الشربة بتاعتها ليقوا جميلة جدا ازاي. جميلة 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 جميلة. وعملت بقى شوية الشيبس. انا بحب اعمل الشيبس البيت. انا بحبش الشيبس بتاع السوقي. حاجة ضمنها عملها في البيت. ونالبس نجد المخلل الجميل. وعملين بقى احب باتحينا جمال. استهلوا بقوكم. ويا رب اعجبكم. نتقابل في اكل اكتدة مأكلات تيتانونة وكل سنة وتطيبين جميعا. والسلام عليكم اطلاق.